يشهد المغرب نسخة الثامنة عشر من مناورات الأسد الأفريقية الأضخم في القارة يشارك في المناورات أكثر من سبعة آلاف جندي من المغرب والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى من بينها فرنسا وبريطانيا وأيطاليا وتونس وغانا وحلف الناتو إلى جانب مراقبين عسكريين من نحو ثلاثين دولة من أفريقيا والعالم ودأب المغرب منذ سنة 2007 لاحتضان تدريبات الأسد الأفريقي وهو تدريب عسكري ضخم متعدد الجنسيات ينظم بشراكة بين القيادة الأمريكية في أفريقيا والقوات المسلحة المغربية ولسالة الثانية على التوالي يجري جزء من هذه المناورات العسكرية على أراض بمنطقة الصحراء وبشكل خاص منطقة المحبس حيث من المرتقب أن تقام تدريبات ميدانية بالمنطقة الحدودية الواقعة بالجنوب الشرقي للمملكة وكشفت القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريقيا أن دورة هذه السنة ستشهد تدريبات مشتركة لقيادة قوات المهام وتمرين مشتركا بالذخيرة الحية كما تشمل التدريبات المشتركة تمرين بحريا وآخر جوي يشمل طائرات قاذفة كما سيتم إجراء تمرينات ميدانية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية وتهدف كل من الرباط وواشنطن من خلال هذه المناورات إلى تعزيز الأمن الدولي ومنع التطرف بالإضافة إلى توضيض شراكتهما في مجال مكافحة الإرهاب وأعلن الموقع الرسمي للجيش الأمريكي أن مناورات الأسد الأفريقي لعام 2022 ستكون أوسع وأكبر من التدريبات التي تم إجراؤها خلال العام الماضي من المنتظر أن تستمرها حتى نهاية الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر